السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة سيفل دريمز أهلا وسهلا بكم إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد شوية في تطبيقات اندرويد موجودة على البلاي ستور تطبيقات مفيدة جدا للمهندسين المهندس المدني يعني بالأخص هنتكلم هندي فكرة عن التطبيقات ديت إن شاء الله وهسيب لكم اللينك بتاع التحميل أسفل الفيديو ده لكل تطبيق من التطبيقات دي إن شاء الله يعني أول فيديو هنأول برنامج هنتكلم عنه هو برنامج الموقع ده متوفر على البلاي ستور نسخة مجانية طبعا بندخل على القائمة اللي على يمين هو بيفتح لك كذا خيار انت أغلب احتياجك للبرنامج دي هتلاقي في القائمة بتاعت التنفيذ أو الخيار بتاعت التنفيذ بتلاقي كل ما يخص التنفيذ في الموقع تمام؟ من الألف للياء من أول الاستلام الموقع خلاص لحد التسليم والتشتباط والحاجات دي كلها تمام؟ يعني لو دخلنا مثلا على أي خيار من دول مثلا يعني لو جينا هنا مثلا في الجسات مثلا بتلاقي كل ما يخص الجسات معلومات قيمة جدا على فكرة وبتلاقي صور للشغل التنفيذ في الموقع عشان لو في مثلا كلمة انت شفتها هو بيبينها لك في صورة في الآخر تمام؟ وفيه طبعا من أول ما تستلم الموقع لحد النهاية لحد التسليم انا بنصحكم طبعا شخصين تنزلوه بعد كده هنتكلم عن برنامج اسمه يونت كونفيرتر البرنامج ده عشان التحويلات وطبعا فيه نوع الناس كتير عودتها أوي موضوع التحويلات ده البرنامج ده طبعا فيه كل التحويلات اللي انت هتحتاجها سواء لنس أو اريا أو ويت وفوليوم تمام؟ طبعا بتختار من هنا الوحدة اللي انت عايز تحول بيها وبتدخل هنا الرقم يعني انت مثلا عندك عشرة طن عايز تحولها تبقى بالكام كيلونيوتين وهكذا خلاص بتدخل يعني لو دخلنا هنا مثلا عشرة تمام؟ دي في الاريا طبعا يعني لو اختارنا مثلا سنتيمتر مربع هو بيجيب لك قيمتها بالوحدات التانية تحت هنا تمام؟ بعد كده دي الويت طبعا قلنا فيه حاجات تانية كتير زي الكرنسي العملة بس هي دي بس الاسف يعني هي دي مشكلة التطبيق هي دي بس الدول اللي هو بيحول العملة لها تمام؟ وطبعا بيحتاج زي ما احنا شايفين فوق كده هو عمل علامة بالخط الأحمر كده على النت بيحتاج نت طبعا عشان يحدث المعلومات دي كل يوم دي تنبرتشر تايم وهكذا طبعا في عندي هنا السينسة لو انت عايز تحول قوة او ضغط او شغل او باور وهكذا تمام؟ تطبيق مفيد جدا وهي هسيب لكم الرابط برضو اسفل الفيديو ان شاء الله بعد كده تالت برنامج معنا النهاردة هو بريك كالكليتور البرنامج ده بتستخدمه عشان تحسب كمية الطوبة اللي انت تستخدمها في منشأ معين والتكلفة بتاعت الطوبة اللي انت تستخدمه ده بتدخل طبعا لو انت عارف مثلا تكلفة الالف طوبة بمبلغ معين بتدخل تكلفة الالف طوبة في خانة الكوست هنا طبعا هو فيه عنده هنا خيارين فيه وول وفيه باث اللي هو الممر يعني طبعا الول بتدخله هنا زي ما احنا شايفين لينس وهايت وفيه ممكن تغير الوحدة هم اختارها انش انت مثلا عايز تستخدم متر بيحاول لك الوحدة هنا الملي متر تمام بتدخل الابعاد بتاعتك الديل بريك لان طبعا فيه على حسب كل دولة فيه ابعاد الطوبة نفسها بتختلف فانت بتدخل هنا الابعاد بتاعت الطوبة وتكلفة الالف طوبة مثلا وبعد كده هنا بتدخل ابعاد الحيطة نفسها او لو انت هتختار باث مثلا بتدخل ابعاد الممر نفسه اللي هو الطول والعرض وبعد كده بتعمل كالكوليت بيقوم حاسب لك المساحة المساحة بالمتر المربع وعدد اوالب الطوب اللي هي البريكس واخر حاجة الكوست اللي هي التكلفة على حسب التكلفة اللي انت دخلتها في اليوم ده يعني انت مثلا نهاردة احنا في مصر مثلا تكلفة الطوب الالف طوبة في النهاردة كانت تكلفتها كزا مثلا 300 جنيه 400 جنيه بتدخل ربعمية وبيحسب لك في النهاية تكلفة الناتج اللي هيطلع لك من عملية الحساب تمام ندخل على البرنامج اللي بعد كده اللي هو ندخل على البرنامج اللي هو حساب الحجوم هتلاقي فيه اشكال مختلفة يعني لو دخلنا مثلا على الكون تمام انت بتدخل يعني هو جايب لك هنا رسمة عشان تفهم الحاجات اللي هو طالبها منك هو طالب الار والاتش فالارض اللي هي نص الكتر والاتش اللي هو الارتفاع بتدخل الابعاد ديت وتختار الواحدة اللي انت عايز تشتغل بيها وبتضغط calculate بيجيب لك الفوليوم في الخانة دي يعني لو دخلنا هنا مثلا تمانية اي رقم يعني عشان بس اعمل مثال يعني وبتاعمل هنا calculate بيجيب لك الفوليوم تمام وانت بتختار الواحدة اللي انت عايز تجيب بيها الحاجة بتحسب بيها الحاجة البرنامج ده برضو طبعا مفيد جدا اه طبعا دي لعبة التطبيق دي عبارة عن لعبة الليتها مسلية بصراحة اللعبة ديت دي الناس اللي هي متميزة في مادة هيستمتعوا جدا باللعبة دي يعني بتضغط هنا على play هو بيجيب لك فكرة اللعبة انه هو بيجيب لك اشكال وبيقول لك توقع لي يعني هو عايز هنا moment بيقول لك الشكل هيبقى اعمل ازاي تمام فانت على الاساس ده بتبدأ بيتحل الاشكال ديت وبيقول لك ازا كان صحة او غلط يعني لو عملنا اي حاجة مثلا غلط هو بيعملك علامة غلط كده وبيقول لك الصح الحاجة ديت لان الحاجات ديت كذا هو بيعرفك ايه هو المشكلة يعني في الخيار اللي انت اخترته تمام اه اتمنى يكون الفيديو عجبكو اه لو اعجبك الفيديو اضغط لايك ويتابعونا ان شاء الله اعمل سبسكرايب للقناة تحت ودي فيديوهات بعض الفيديوهات يعني اللي احنا نشرينها على القناة اتمنى ان هي تعجبكو وتوضع عليكم بالفايدة ان شاء الله مع تحيات المهندس محمد المهدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة